بسم الله الرحمن الرحيم أهل بكم أبناء وبناتي طلبة طالبات الصف السادس الابتدائي وحلقة جديدة من مدرسة عن هوا ومدية العلوم نكملين مع بعض إن شاء الله حلقات المراجعة خلاص قربنا من الامتحان اه انتهى العام الدراسي وكل واحد هيحصل نتيجة مذاكرته وإن شاء الله كلكم بالتوفيق والنجاح والدرجات الكبيرة خلاص دي أخر يعني المرة الجاية هتبقى آخر حلقة قبل الامتحان فنحاول بقى كده نجمع تاني الأسئلة اللي احنا مش عارفينها ونفتح الكتاب ونفتح الأجزاء بتاعتها ونراجع ونخلص الحاجات اللي كانت محتاجة مننا مذاكرة تاني ومراجعة تاني كقراءة ونكمل مع بعض مراجعتنا هنشوف كده مجموعة متنوعة من الأسئلة وبرضو هنراجع على أجزاء مختلفة من المنهج من خلال الأسئلة ونعيد شرح أجزاء صغيرة جدا اللي احنا محتاجين نفكركم بيها تاني طيب نشوف بقى الأسئلة اللي معنا ونشوف أول نوع من الأسئلة وطبعا سؤال صح وخطأ أو سؤال صحح أو اكتب علامة صح وخطأ مع تصحيح العبارة الخاطئة ده سؤال ما بيخلوش منه أي امتحان بس نقرأ رأس السؤال الأول كويس نشوف هو طالب وضع العلامة فقط ولا وضع العلامة مع التصحيح وضع العلامة فقط خلاص أنا هتديله الإجابة اللي هو عايزها يبقى هنحط له علامة صحة أو علامة خطأ قدام العبارة اللي مدهاني وخلاص شكرا على كده لكن لو طالب مني التصحيح يبقى لازم أصحح الكلمة الخطأ نقرأ رأس السؤال كويس ونشوفه هو طالب مني ايه في السؤال وأحله كما مطلوب تماما نشوف بقى أول سؤال معنا بيقول ايه؟ بيقول ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ طيب يبقى هو هنا ما طلبش تصحيح وحنضع العلامة فقط طيب أول عبارة بتقولي توصل المصابيح الكهربية في المنازل على التوازي كلام ده صح ولا غلط توصل المصابيح الكهربية في المنازل على التوازي طبعا الكلام ده ايه؟ صح طيب البلاستيك موصل جيد للكهرباء البلاستيك موصل جيد للكهرباء كلام ده صح ولا غلط؟ خطأ طيب لو طلب مني تصحيح سنة ستة يبقى حشيل كلمة البلاستيك وأكتب كلمة ايه؟ الحديد او النحاس او الالومونيوم او اشيل او لو انا عايزة اسيب البلاستيك حاسبها واشيل كلمة موصل واكتب ايه؟ آآ عازل للكهرباء طيب روافع النوع الثالث توفر الجهد طبعا الكلام ده خطأ ولو طلب مني تصحيح حشيل كلمة الثالث وأكتب روافع النوع الثاني توفر الجهد خلاص؟ طيب طيب يحتوي انتفاخ المصباح الكهرابي على الهواء الجوي طبعا العبارة دي زي ما شايفين خاطئة غلط يحتوي انتفاخ المصباح الكهرابي على الهواء الجوي غلط طيب لو طلب مني تصحيح حشيل كلمة الهواء الجوي وأكتب ايه؟ غاز الارجن يبقى حشيل الهواء الجوي وأكتب غاز الأرجن يكون محور الارتكاز للرفع دائما بين القوة والمقاومة دايما محور الارتكاز بيكون بين القوة والمقاومة طبعا الكلام ده غلط لأن محور الارتكاز والقوة والمقاومة أماكنهم بتتغير وتبعا بيتغير نوع الرفع خلاص يبقى يكون محور الارتكاز للرفع دائما بين القوة والمقاومة غلط طيب إذا كان زراع المقاومة أكبر من زراع القوة فإن الرفع توفر الجود نقرأ العبارة تاني ونشوف مين أكبر من مين إذا كان زراع المقاومة أكبر من زراع القوة فإن الرفع توفر الجود الكلام ده إيه طبعا غلط إمتى الرفع توفر الجود قلنا الرفع توفر الجهد عندما يكون زراع القوة أكبر من زراع المقاومة في الحالة دي بتكون القوة المبزولة الصغيرة أصغر من المقاومة فبتوفر الرفع الجهد لكن في العبارة اللي مكتوبة قدامي قال لي إذا كان زراع المقاومة أكبر من زراع القوة إيه اللي هيحصل؟ هتبقى القوة أكبر من المقاومة يعني القوة كبيرة أنا بابزل جهد كبير يبقى الرفع في الحالة دي لا توفر الجهد تمام؟ علشان كده لما قال لي إذا كان زراع المقاومة أكبر من زراع القوة فإن الرفع توفر الجهد الكلام ده إيه غلط طيب تتوهج قاعدة المصباح الحلزونية داخل المصباح الكهربي نتيجة مرور الطيار الكهربي فيها كلام ده صح أو غلط هي قاعدة المصباح هي اللي بتتوهج وبتديني الضوء كلام ده إيه غلط طيب لو إحنا عايزين نصححه بقى هنقول تتوهج إيه حشيل قاعدة المصباح هضع تحتها خط كده معناها إن الكلمة دي هي اللي غلط وأكتب بدل منها فتيلة التنجستين خلاص يبقى تتوهج قاعدة المصباح الحلزونية داخل المصباح الكهربي نتيجة مرور الطيار الكهربي فيها غلط مين اللي بتتوهج فتيلة التنجستين طيب زل الأرض يؤدي إلى خصوف القمر ها زل الأرض يؤدي إلى خصوف القمر كلام ده صح ولا غلط طبعا الكلام ده صح يعني إيه بقى زل الأرض يؤدي إلى خصوف القمر ده معناه إن أثناء دوران الأرض والقمر حول الشمس ها يكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة وتكون الأرض بين القمر والشمس في الحالة دي إيه اللي بيحصل الأرض جسمه معتل فتحجب أشاعة الشمس عن القمر وتكون ظل للأرض على القمر تمام كلمة تحجب ضوء الشمس عن القمر معنى كده إن ضوء الشمس لا يصل للقمر وده معناه إن بيحدث هنا ظاهرة فلكية اسمها ظاهرة خصوف القمر مين السبب فيها؟ ظل الأرض الواقع على القمر خلاص؟ ده خصوف القمر يبقى العبارة اللي عندي لما يقولي ظل الأرض يؤدي إلى خصوف القمر طبعا الكلام ده إيه؟ صح طيب زي ما قلنا إن في الحالة دي بتكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة والأرض تقع بين القمر والشمس خلاص؟ طيب نشوف بقى العبارة التانية لما معي زمن الخصوف من ساعة إلى ساعتين طبعا الكلام ده إيه؟ صح المواد العازلة تسمح بمرور الطائر الكهرابي خلالها؟ غلط طيب لو عايزة أصحح يبقى حقولي المواد الإيه؟ الموصلة هي التي تسمح بمرور الطائر الكهرابي خلالها طيب تحدث الصدمة الكهربية نتيجة مرور الطائر الكهرابي خلال جسم الإنسان؟ صح طبعا إذا تعذر على المصاب بالصدمة الكهربية التنفس نبدأ فورا في عمل تنفس صناعي الكلام ده إيه؟ صح طيب يحتوي الانتفاخ الزجاجي للمصباح الكهرابي على غاز الأكسوجين؟ طبعا غلط طب تصحيحها إيه بقى؟ يحتوي الانتفاخ الزجاجي للمصباح الكهرابي على غاز الأرجون؟ يبقى حشيل غاز الأكسوجين وأكتب غاز الأرجون؟ طيب عدم وضع مواد قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة للحرارة؟ ها؟ كلام ده صح ولا غلط؟ طبعا الكلام ده صح طيب لو من السؤال ده سنة ستة قال لي ماذا يحدث إذا؟ وضع مواد قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة للحرارة؟ ها؟ هننشوف بقى سؤال تاني من السؤال ده ماذا يحدث إذا؟ وضعت مواد قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الكهربية المولدة للحرارة؟ قلنا هيحدث إيه؟ المواد القابلة للاشتعال هتسخن وترتفع درجة حرارتها لدرجة عالية جدا وحتكون عندي أو حتسبب عندي حرائق الكهربية طيب يتم توصيل المصابيح الكهربية في المنازل على التوازي الكلام ده إيه؟ صح طبعا طيب زمن كسوف الشمس لا يتعدى سبع دقائق وعدة ثواني؟ صح طيب يمكن رؤية الخسوف من أي مكان في الأرض الكلام ده إيه؟ صح طبعا وليه رؤية الخسوف من أي مكان في الأرض؟ زي ما إحنا لسه قيلين أن الأرض حجمها أكبر من حجم القمر فظل الأرض بيغطي القمر كاملا فلي حيوقف على أي مكان في الأرض حيشاهد ظاهرة خسوف القمر دي بعكس ظاهرة الكسوف ظاهرة الكسوف تشاهد من منطقة ما في الأرض لأن ظل القمر أصغر من الأرض فكسوف الشمس بتشاهد في منطقة ما في الأرض طيب أنواع الكسوف والخسوف قد يكون كليا أو جزئيا؟ غلط طيب ليه بقى؟ لأن أنواع الخسوف صح هي كليا وجزئيا لكن الكسوف لا لأن الكسوف عندي ثلاث أنواع هي كسوف كلي وكسوف جزئي وكسوف حلقي فالنوع الثالث النائس من العبارة عندنا خلها كلها إيه؟ غلط يبقى الكسوف والخسوف كليا وجزئيا غلط ليه؟ لأن الكسوف كلي وكسوف جزئي وكسوف حلقي لما يبقى الجيل العبارة دي هتبقى إيه؟ غلط يدور القمر حول الأرض كما يدوران معا حول الشمس وبذلك يحدث كسوف الشمس تاني يدور القمر حول الأرض ماشي كما يدوران معا حول الشمس يعني مين بقى يدوران معا؟ يعني القمر والأرض بيدوران حول الشمس وبذلك يحدث كسوف الشمس طبعا الكلام ده إيه؟ صح بس شرط ان يحدث كسوف الشمس ان يكون القمر بين الارض والشمس طيب شبه الظل اعتام كله اما الظل اعتام جزئي كلام ده ايه غلط لان قلنا شبه الظل ده اعتام جزئي يعني ايه شبه الظل يعني منطقة ما في الارض يصلها بعد ضوء الشمس بعد ضوء الشمس يعني هيصلها جزء من ضوء الشمس يبقى اعتام جزئي طيب اما الظل لا الظل ده منطقة ما معتمة لا يصلها اي ضوء من الشمس فبنسميه اعتام كله يحدث الكسوف عندما يحجب القمر ضوء الشمس طبعا الكلام ده ايه صح ولسه شرحنها قلنا الكسوف ظاهرة فلكية بتحدث عندما يدور الارض والقمر حول الشمس وبيكونوا الثلاثة على استقامة واحدة واقع القمر بين الارض والشمس ايه اللي بيحصل ان القمر جسمه معتم فبيحجب ضوء الشمس عن منطقة ما في الارض ليه منطقة ما لان حجم القمر اصغر من حجم الارض سكان منطقتين الظل وشبه الظل للقمر على الارض لا يشاهدوا الشمس منطقة الظل سكان منطقة الظل لا يشاهدوا الشمس تماما وبيروها كقرص مظلم اما سكان منطقة شبه الظل فبيروها ايه قرص غير كامل لاستدارة مضيق يعني القرص ده ما بيبقاش كامل بيبقى ناقص قرص ناقص او قرص غير كامل مضيق تمام ده ظاهرة الايه الكسوف الشمس يبقى بتحدث نتيجة ظل القمر على منطقة ما في الارض تمام طيب نشوف سؤال تاني الكسوف الجزئي يتكون في منطقة شبه ظل القمر على الارض الكسوف الجزئي يتكون في منطقة شبه ظل القمر على الارض طبعا الكلام ده ايه صح جسم الانسان لا يوصل الطيار الكهربي غلط جسم الانسان موصل جيد للطيار الكهربي طيب لو قال لي علم جسم الانسان موصل جيد للطيار الكهربي حلو لان جسم الانسان بيحتوي على تلتين وزنه ميا تمام يبقى جسم الانسان بيحتوي على الماء والاملاح المعدنية لذلك هو موصل جيد للكهرباء لما يقولي بقى جسم الإنسان لا يوصل الطيار الكهرابي يبقى العبارة دي خطئة طيب نشوف السؤال تاني تحدث الحرائق الناتجة عن الطيار الكهرابي أو عن الكهرباء نتيجة مرور الطيار الكهرابي في جسم الإنسان احنا بنتكلم هنا عن الحرائق الناتجة عن الطيار الكهرابي بتحدث نتيجة مرور الطيار الكهرابي في جسم الإنسان طبعا العبارة دي خطئة طب لو قال لي صححي بقى أصحح إزاي هنشيلكلمة الحرائق النتيجة عن الطيار الكهربي وهكتب الصدمة الكهربية الصدمة الكهربية هي اللي بتحدث نتيجة مرور الطيار الكهربي في جسم الإنسان خلاص طيب دي الحرائق النتيجة عن الطيار الكهربي من الصواب تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربية في وقت واحد عن طريق قابص واحد كلام ده إيه من الصواب تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربية في وقت واحد عن طريق قابس واحد كلام ده غلط طبعا ده من الخطأ تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربية في وقت واحد عن طريق قابس واحد ليه لأن تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربية في قابس واحد يعني في فيشة واحدة بيؤدي إلى زيادة التحميل زيادة تحميل على مين على الأسلاك اللي بتسير فيها الطيار الكهرباء فده بيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وسخونتها لدرجة عالية جدا مما يؤدي إلى حرائق الكهرباء يبقى ده مش من الصواب ولا حاجة ده من الخطأ خلاص يبقى العبارة عندي خطأ لو قال لي علل بقى علل تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربية في وقت واحد عن طريق قابس واحد يؤدي إلى حرائق الكهرباء هقول له نتيجة زيادة التحميل نتيجة زيادة التحميل طيب في مصباح الفلورسينت توجد فتيلة واحدة من التنجستين وتملأ أنبوتو بغاز الأرجن فقط الناس اللي ذكرت بقى العبارة دي ايه من أولها كده غلط غلط خالص ليه لأن مصباح الفلورسينت بتوجد فيه فتيلتان من التنجستين دي أول حاجة يبقى مصباح الفلورسينت بتوجد فيه فتيلتان من التنجستين وتملأ أنبوتو بغاز الأرجن وقليل من بخار الزبق طيب شفنا بقى يبقى العبارة دي هنا فيها خطائين أولا في تلتين من التنجستين والأنبوبة بتملأ بغاز الأرجن مع قليل من بخار الزبق طيب يمر الطيار الكهربية في الدائرة المفتوحة الكلام ده صح ولا غلط طبعا خطأ خطأ لان تعريف الدائرة الكهربية ايه هو مصار مغلق يمر فيه الطيار الكهربية يبقى الدائرة الكهربية مصار مغلق يمر فيه الطيار الكهربية يبقى لكي الطيار الكهربية يمر في دائرة لابد ان تكون مغلقة إذا تم فتح الدائرة الكهربية يتوقف مرور الطيار الكهربي يعني مش هيمر الطيار الكهربي في الدائرة يبقى شرط مرور الطيار الكهربي في الدائرة هو إيه؟ هو أن تكون الدائرة الكهربية مغلقة طيب نشوف السؤال اللي بعد كده الحروق الناتجة عن الكهرباء تدمر وتتلف أنسجة جسم الإنسان الحروق الناتجة عن الكهرباء تدمر وتتلف جسم الإنسان الكلام ده إيه؟ صح طبعا صح خلاص سؤال تاني من الأسئلة اللي لا يخلو منها أي امتحان ولازم حلقيها في ورقة الامتحان بتاعي اللي هو سؤال علل ممكن ما يجليش السؤال ده يقول لي علل طب هيقول لي أسكر السبب هي هيه نفس طريقة الإجاب يقول لي بما تفسر برضو نفس الإجابة يبقى إحنا قلنا تلات أشكال للسؤال علل لما يأتي بما تفسر أو أسكر السبب التلاتة بنفس المعنى يعني عايزني أقول له إيه السبب أو أوضح له ليه العبارة اللي من الدهاني حصلت يبقى خلي بقى تلات صغات للسؤال بيجاوبوا نفس الإجابة علل لما يأتي بما تفسر أو أسكر السبب خلاص التلاتة واحد طيب بيقول لي هنا كده أول سؤال معي علل توصيل مصابيح الزينة على التوازي وليس على التوالي توصيل مصابيح الزينة على التوازي وليس على التوالي ليه بقى سنستة قلنا أن المصابيح عندي هنا مصابيح الزينة بتوصل على إيه؟ على التوالي ليه؟ لأن عند تلف أحد المصابيح لا تتأثر باقي المصابيح كما ان شدة اضاءة المصابيح لا تقل بزيادة عددها تاني لان احنا اتفقنا ان طريقة التوصيل على التوازي ان مهما زودت في عدد المصابيح ما بتتأثرش المصابيح يعني ما بتقلش الاضاءة بتاعتها يبقى لا تتأثر شدة اضاءة المصابيح بزيادة عددها بتظل كما هي شدة الاضاءة واضحة وزي ما هي طيب عند تلف احد المصابيح لو في مصباح تلف مصباح تحرق او تخلع من مكانه ايه اللي هيحصل اللي تظل باقي المصابيح مضاءة ده في التوصيل على التوازي طيب في التوصيل على التوالي لا ما ينفعش ان انا اوصل مصابيح الزينة على التوالي ولا المصابيح في المنازل على التوالي ليه قال لي ان طريقة التوصيل على التوالي بتقل شدة اضاءة المصابيح بزيادة عددها أنا ركبته في الدايرة الكهربية مصباح كانت الإضاءة جديدة وتمام طيب هزود مصباح كمان حلال الإضاءة بتدت تقل شوي طيب هيركب المصباح التالت حلال الإضاءة بتدت تبقى ضعيفة أكتر الرابع هتضعف أكتر الخامس هتضعف لحد ما خلاص هتبقى ما فيش إضاءة خالص ده ليه قال لي لأن دي طريقة اسمها طريقة التوصيل على التوالي لأنه أنا أوصل مصباح تلوى الآخر مصباح بعد التاني بعد التاني وهكذا في الطريقة دي بيكون للطيار الكهربي مصار واحد فقط اللي هو السلك اللي متوصل فيه المصابيح دي كلها فالطيار الكهربي بيتوزع على المصابيح كلها فطبعا كل مصباح هياخد نصيبه من الطيار الكهربي فحيقل النصيب ده بزيادة العدد خلاص يبقى عشان كده بنقول تقل شدة إضاءة المصابيح بزيادة عددها خلاص طيب وإيه كمان قال لي لو عند تلف أحد المصابيح أو نزعه من مكانه لمبة حرقت أو إحنا شناها لسبب ما من مكانها تنطفق باقي المصابيح باقي المصابيح هيحصل الله إيه هتنطفي طبعا ده في مصابيح الزينة ما ينفعش نحن نكون معلقين زينة كده في عيد ميلاد أو في نجاح إن شاء الله أو في حاجة ونلاقي الدنيا مصباحة حرق كل المصابيح تنطفي يبقى مصابيح الزينة أو مصابيح المنازل توصل على التوازي دائما خلاص على للتاني نرجع بقى للسؤال بتاعنا ونشوف الإجابة بتاعتنا لو جلنا السؤال ده كتبها إزاي حولوا لإن عنده تلف أحد المصابيح لا تتأثر باقي المصابيح باقي المصابيح كما إن شدة إضاءة المصابيح لا تقل بزيادة عددها خلاص طيب علل برضو لا يجب النظر بالعين المجردة إلى قرص الشمس خاصة وقت الكسوف طيب وقت كسوف الشمس إيه اللي بيحصل بتصدر عن الشمس أشعة ضارة بتؤذي العين إن هي الأشعة فوق البنفسجي طيب هنا بقى يجب لا يجب النظر بالعين المجردة إلى قرص الشمس خاصة وقت الكسوف حولوا لحماية العين من الأشعة الضارة القادمة من الشمس أثناء كسوف الشمس تاني لحماية العين من الأشعة الضارة القادمة من الشمس أثناء كسوف الشمس طيب السؤال ده سنة 6 ممكن يجيني بطريقة تانية يقول لي يجب ارتداء نظرات خاصة لمشاهدة كسوف الشمس يجب ارتداء نظرات خاصة لمشاهدة كسوف الشمس نفس الإجابة بس هي صيغة السؤال اللي تغيرت حولوا لحماية العين من الأشعة الضارة القادمة من الشمس أثناء كسوف الشمس خلاص يبقى هنا الإجابة واحدة لكن السؤال صيغته ممكن تتغير روافع النوع الثالث لا توفر الجهد روافع النوع الثالث لا توفر الجهد إحنا اتفقنا إيه شرط توفير الجهد؟ إن الرفعة تكون توفر الجهد؟ إن زراع القوة أكبر من زراع المقاومة لكن في النوع الثالث دايما بيكون إيه؟ لأن دائما في روافع النوع الثالث زراع المقاومة أكبر من زراع القوة تمام؟ طيب صنع الدوائر الكهربية من المواد الموصلة للكهرباء صنع الدوائر الكهربية من المواد الموصلة للكهرباء ليه بقى؟ حتى تسمح بسرايان الطيار الكهربية خلالها طبعا إحنا بنعمل الدوائر الكهربية لكي يسير فيها الطيار الكهربية أو يسير من خلالها الطيار الكهربية يبقى أنا عايزة مادة تسمح بسرايان الطيار الكهربية من خلالها فحييها المواد الموصلة خلاص؟ يبقى صنع المواد الكهربية دوائر الكهربية من المواد الموصلة للكهرباء حتى تسمح بسرايان الطيار الكهربية خلالها تغطية الأسلاك الكهربية بمواد عازلة لازم تغطى بمواد عازلة لتجنب الإصابة بالصدمة الكهربية لأن مستخدم الأسلاك الكهربية لو لمس الأسلاك الكهربية وهي غير معزولة هيصاب بالصدمة الكهربية وتؤدي إلى أخطار كبيرة جدا ممكن تؤدي للوفاء فلازم نغطي الأسلاك الكهربية حتى نتجنب الإصابة بالصدمة الكهربية علل برضو أو اذكر السبب عدم تشغيل أكثر من جهاز في قابس واحد عدم تشغيل أكثر من جهاز في قابس واحد اللي هو إيه بقى؟ لتجنب الحرائق الناتجة عن الكهرباء لتجنب الحرائق الناتجة عن الكهرباء ارتداء نظرات خاصة لمشاهدة الكسوف ده لسه السؤال اللي أنا أيلهلك دلوقتي يبقى ليه بقى؟ لحماية العين من الأشعة الضرة التي قد تسبب إصابة العين بالعمى يبقى لحماية العين من الأشعة الضرة القادمة من الشمس طيب توجد قاعدة معدنية بالمصباح الكهربية ها القاعدة المعدنية اللي موجودة في المصباح الكهربية فايدتها إيه؟ توصيل المصباح الكهربية بالدائرة الكهربية خلاص لا يحدث خصوف حلقي للقمر لا يحدث خصوف حلقي للقمر لأن الأرض أكبر حجما من القمر خلاص ما فيش خصوف حلقي هو فيه كصوف حلقي كصوف حلقي ده بيحدث للشمس عندما يدور القمر حول الأرض ويكون في مدارة عالي بالنسبة للأرض في الحالة دي بيكون قريب من الشمس تمام؟ فإيه اللي بيحصل؟ إن القمر بيحجب جزء من ضوء الشمس في المنطقة اللي هي في المنتصب فبتظهر الشمس كأنها قرص مظلم حوله حلقة من الضوء أو حالة من الضوء حالة من الضوء في الحالة دي بنسميه كصوف حلقي يبقى عندي كصوف حلقي لأن القمر حجمه صغير وبيحجب جزء من ضوء الشمس اللي هو في وسط الشمس في المنتصب فبتظهر الشمس كأنها قرص مظلم حوله هالة من الضوء طيب فيه خصوف حلقي؟ لا ما فيش خصوف حلقي للقمر لأن الأرض حجمها كبير وزي ما اتفقنا أن الأرض حجمها أكبر من حجم القمر فظل الأرض بيغطي القمر كاملة خلاص يبقى ما فيه يبقى هنا شمس مش هتبان أو ضوء الشمس كامل مش هيوصل للأمر تمام؟ يبقى الإجابة بتاعت السؤال ده سهلة جدا اللي هي إيبقى؟ لأن حجم الأرض أكبر من حجم القمر خلاص؟ طيب نشوف سؤال كمان معنا أعلل برضو يصنع سلك فتيل المصباح من التنجستين فتيلة المصباح المتوهج ليه بنصنعها من التنجستين؟ قولنا لأن التنجستين له تلات خواص رقم واحد جيد التوصيل للكهرباء أو مادة موصلة للكهرباء رقم اتنين درجة انصهار التنجستين مرتفعة جدا أهم حاجة عندي بقى أن التنجستين بيشاع الضوء والحرارة عند مرور الطيار الكهرابي من خلاله خلاص؟ يبقى عندي تلات خواص للتنجستين رقم واحد مادة موصلة للكهرباء رقم اتنين مادة درجة حرارتها أو درجة حرارة انصهارها مرتفعة رقم تلاتة يتوهج عند مرور الطيار الكهرابي من خلاله ويشاع الضوء والحرارة طيب السؤال ده ممكن يجيني سؤال تاني يقول لي احنا صنعنا سلك الفتيلة فتيلة المصباح من التنجستين ليه ما صنعناهاش من الحديد أو النحاس؟ والسؤال ده بيجي دايما ان سنة ستة في ماذا يحدث اذا؟ تم صنع فتيلة المصباح من الحديد أو النحاس خلاص؟ الحديد مادة موصلة للكهرباء ماشي حيمر فيها الطيار الكهرابي طب درجة انصهارها مرتفعة تمام برضو ده خاصية تانية هاي للتنجستين لكن بيغيب عنها اهم حاجة هي ايه؟ ان الحديد لا يتوهج عند مرور الطيار الكهرابي من خلاله يبقى ايه اللي حيحصل بقى لو صنعنا فتيلة المصباح من الحديد؟ يبقى لا يتوهج ولا يشاع ضوء وحرار خلاص؟ لان فيه حد يقولت ما هو الحديد بيوصل الكهرباء ماشي ودرجة انصهاره كمان مرتفعة طب يعني كنا صنعنا منه فتيلة المصباح وخلاص هو أو الألمونيوم أو النحاس لا فيه هم الألمونيوم والنحاس والحديد التلاتة مواد جيدة توصيل الكهرباء التلاتة مواد درجة انصهاره مرتفعة تمام لكن ايه بقى؟ الخاصية أهم خاصية عندي اللي احنا بنستخدم عشانها المصباح الكهرابي اللي هو التوهج واشعاع الضوء عند مرور الطيار الكهرابي من خلال التنجستين لكن الحديد والنحاس والألمونيوم لا يتوهجه عند مرور الطيار الكهرابي فيه خلاص يبقى أهم خاصية للتنجستين هو يتوهج عند مرور الطيار الكهرابي من خلاله ويشاع الضوء خلاص طيب نشوف سؤال بقى كمان دي كانت إجابة السؤال زي ما احنا قلناها بالضبط ان التنجستين درجة انصهاره مرتفعة ويتوهج وينبعث منه الضوء عند مرور الطيار الكهرابي خلاله يوصي بعدم استخدام الماء في اطفاق الحرائق الناتجة من الكهرباء أيوة يعني لو في حريق ناتجة عن الكهرباء لا يستخدم الماء في اطفاقه ليه بقى؟ لأن الماء مادة جيدة التوصيل للكهرباء لأن الماء مادة جيدة التوصيل للكهرباء طيب هيجيلي سؤال من الإجابة دي بيقول الماء مادة جيدة التوصيل للكهرباء طب سؤال على الإجابة نفسها يقول لي علل الماء مادة جيدة التوصيل للكهرباء ليه الماء مادة جيدة التوصيل للكهرباء حوله لأن الماء يحتوي على أبلاح معدني لأن الماء بيحتوي على الأملاح الماء اللي عندنا دي فيها أملاح فيها كلور ومواد مطهرة فأي إضافة للماء بتجعله غير نقي وبتجعله جيد التوصيل للكهرباء طيب نشوف سؤال تاني طيب شكل تاني من أشكال الأسئلة اللي هي أذكر أهمية واحدة لكل من الانتفاخ الزجاجي في المصباح الكهرباء منع وصول الهواء الجوي لفتيلة التنجستين وحمايتها من الاحتراق منع وصول الهواء الجوي لفتيلة التنجستين وحمايتها من الاحتراق طيب ليه الهواء الجوي لو وصل للتنجستين حيعمل على احتراقها؟ لأن الهواء الجوي بيحتوي على غاز الأكسوجين الذي يساعد على الاشتعال طبعا الفتيلة بتبقى متوهجة وبتشاعر حرارة لو وصل لها غاز الأكسوجين حيعمل على احتراق لذلك الانتفاخ الزجاجي بيمنع وصول الهواء الجوي لفتيلة التنجستين وحمايتها من الاحتراق طيب مصباح الفلورسينت أهمية وإيه مصباح الفلورسينت؟ إضاءة المنازل خلاص يبقى مصباح الفلورسينت له أهمية إضاءة المنازل طيب فتيلة التنجستين في المصباح الكهرباء إيه هي أهمية فتيلة التنجستين اللي إحنا لسه إليها حالا تتوهج عند مرور الضوء خلالها وتشاعر الضوء طبعا عند مرور الكهرباء هي تتوهج عند مرور الكهرباء خلالها ويشاعر الضوء أسلاك النحاس داخل المصباح المتوهج أسلاك النحاس داخل المصباح المتوهج أسلاك النحاس بتعمل إيه؟ أو هي موجودة فين؟ قلب تتصل بالقعدة وبتحمل فتيلة التنجستين يبقى أسلاك النحاس متصلة بالقعدة وبتحمل فتيلة التنجستين طيب يبقى تحمل فتيلة التنجستين وإيه كمان قالني بتعمل على توصيل الطيار الكهرباء من القعدة إلى الفتيلة طيب عايزة أهمية لنقاط التوصيل في مصباح الفلورسينت ما هي أهمية نقاط التوصيل في مصباح الفلورسينت نقاط التوصيل بتعمل إيه؟ توصيل مصباح الفلورسينت بالدائرة الكهرباء يبقى توصيل مصباح الفلورسينت بالدائرة الكهرباء طيب سؤال كمان سنة 6 ممكن يجيني سؤال كده بيبقى في الامتحان سؤال ان انا اكتب فيه بقى نقطة او اتنين او تلاتة زي اللي معايا دلوقتي بقول لي اذكر سلاس احتياطات يجب مراعتها عند التعامل مع الكهرباء اذكر سلاس احتياطات يجب مراعتها عند التعامل مع الكهرباء طبعا احنا اخدنا تقريبا عشر احتياطات في الكتاب بتاعي حضرتك هتختار التلاتة اللي انت فاكرهم كويس جدا وتكتبهم بكل دقة طيب انا اخترتلكو هنا اسهل تلاتة تقريبا عدم ادخال اي جسم معدني مثل المسامير المعدنية في القابس يعني في الفيشة طيب رقم اتنين عدم التعامل مع الاجهزة الكهربية المتصلة بالطيار الكهربي بايادة مبللة بالماء تمام يبقى ما تعملش مع الاجهزة الكهربية وانا ايه دي مبلولة رقم تلاتة عدم ترك الاسلاك مكشوفة وغير معزولة عدم ترك الاسلاك الكهربية مكشوفة وغير معزولة خلاص طيب شوف سؤال كمان اه دي مسألة بقى بقولي اثرت قوة مقدرها 100 نيوتن على رافعة وكان طول زراع القوة 10 سنتيمتر وكانت قيمة المقاومة 20 نيوتن وزراعها 50 سنتيمتر هل الرافعة متزنة ولماذا؟ دي مسألة احنا كنا شفنا قبل كده فو مراجعة فاتت المسائل اللي هي المباشرة اللي احنا بنحلها بقانون الروافع بيبقى عندي تلاتة معلومين وطرف مجهول فانا بجيبه مفوش مشكلة المسألة عندي هنا دي بقى طيب الاربعة عندي مدهم لي معلومين طيب احل المسألة دي ازاي هو هنا طالب مني ايه؟ مش طالب قيمة لا قوة ولا مقاومة ولا زراع قوة ولا زراع مقاومة طالب مني ان انا اعرف له الرافعة متزنة ولا لا وليه متزنة هقوله ليه غير متزنة برضو هقوله ليه طيب نشوف بقى هنا كده بيقول لي اثرت قوة مقدرها 100 نيوتن على رافعة وكان طول زراع القوة 10 سنتيمتر وكانت قيمة المقاومة 20 نيوتن وزراعها 50 سنتيمتر هحل المسألة دي ازاي؟ قلنا بخطواتنا السابتة رقم واحد ان انا هكتب ها قانون الروافع بتاعي وانا بحل يبقى رقم واحد عندي هنا هكتب القانون ها القوة في زراعها حيساوي المقاومة في زراع يبقى قلنا اول حاجة خطواتنا واحنا بنحل المسائل ان انا هكتب ايه القانون بتاعي القوة في زراعها بيساوي المقاومة في زراعها طيب القوة عندي هنا كام 100 نيوتن في زراعها كام 10 سنتيمتر حيساوي المقاومة 20 نيوتن في زراعها اللي هو 50 سنتيمتر طيب احنا قلت قبل كده المسائل اي مسائل كان بتجيني كان بيبقى عندي 3 معلومين ويطلب مني واحد مجهول من الاربع الاربع الكميات الفيزيائية اللي عندي طيب هنا بقى طالب مني ايه بيقول لي شوفي الرفعة دي متزنة ولا غير متزنة طيب احنا اتفقنا امتى تتزن الرافعة عندما يتساوى حاصل ضرب القوة في زراعها مع حاصل ضرب المقاومة في زراعها خلاص حضرب بقى هنا القوة في زراعها هيساوي كام ها 1100 هيساوي ايه 1000 طيب المقاومة في زراعها هيساوي ايه عشرين في خمسين يعني برضو حيساوي ألف خلاص يبقى طلع عندي هنا إن القوة في زراعها بتساوي المقاومة في زراعها أجواب على المسألة دي إزاي بقى هقوله الرافعة الرافعة متزنة الرافعة متزنة طيب كده المسألة ما خلصتش هو قال لي ولماذا أقوله لي بقى هقوله لأن القوة في زراعها بتساوي المقاومة في زراعها خلاص وانا كده يبقى المسألة ايه اتحلت عندنا يبقى ايه دي شكل من أشكال المسألة خلاص يبقى القوة في زراعها بيساوي المقاومة في زراعها فهنا الرافعة في الحالة دي تكون ايه متزنة خلاص طيب نشوف بقى سؤال كمان من عندي طيب اه دي حل ايه حل المسألة او مسألة تانية معايا للي قوة مقدرها 250 نيوتن تؤثر على احد الروافع فاذا علمت ان طول زراع القوة بيساوي 10 متر هل تكون هذه الرافعة في حالة اتزان اذا اثرت عليها مقاومة مقدرها 450 نيوتن وطول زراعها 5 متر برضو نفس الفكرة ونفس طريقة الحل مديني الاربع كميات الفيزيائية وطالب مني اتأكد من اتزان الرفعة اهي متزنة ولا غير متزنة طيب برضو نفس الخطوات بتاعتنا هكتب القانون هنا القوة في ذراعها هتساوي المقاومة في ذراعها ماشي هيساوي القوة عندي كام 250 نيوتن في ذراعها 10 متر المقاومة عندي كام 450 نيوتن طيب زراعها كام زراعها 5 متر خلاص نفس اللي احنا عملناه في المسألة اللي فاتت هجيب حصل ضرب القوة في ذراعها وحقرنوا بحصل ضرب المقاومة في ذراعها واشوفهم متسويين ولا لا يبقى عندي هنا طيب 250 في 10 ادي الصفرين ادي الضرب يبقى 2500 طيب المقاومة في ذراعها هتساوي كام حضرب بقى انا هننزل الصفر 5 في 25 5 معنى الاتنين 5 في 24 و 2 22 خلاص شايفين بقى معي سنة 6 ادي القوة في ذراعها طلعت كام طلعت 2500 لكن المقاومة في ذراعها طلعت كام 2500 خلاص في الحالة دي ايه بقى يبقى القوة في ذراعها لا تساوي المقاومة في ذراعها طيب اجاوب له على المسألة طب انا كده حليت وجبت وعملت اللي علي اجاوب له على المسألة ازاي بقى هقول له الرافعة ها غير متزنة الرافعة غير متزنة لكن هو قال لي ولماذا ليه بقى هقول له لأن القوة في زراعها لا يساوي او لا تساوي المقاومة في زراعها خلاص هادي حل المسألة اللي عندنا هادي شكل تاني من اشكال المسألة المسائل بتاعتنا يبقى نشوف نحن قبل كده المسائل بتاعتنا اللي هي السائل المباشرة فيش اي حاجة بيديني ثلاث كميات فيزيئية معلومة قوة مقاومة زراع قوة زراع مقاومة يخبي لي واحد ويقول لي اوجدي قلنا القوة في زراعها بتساوي المقاومة في زراعها بابتدي اعود اطلع الناتج اي حاجة هو طالبها مني بيبقى الطرف الكامل مقسوم على الطرف اللي في حاجة نقصة اطلع الكمية اللي عندي او الحاجة اللي طلبها مني وبعد كده اكتب ايه وحدة القياس قوة ومقاومة وحدة قياسهم النيوتن زراع قوة وزراع مقاومة وحدة قياسهم السنتيمتر او المتر حسب ما بيدهوني في المسألة طيب امتى تتزن الرفع عندما تساوي حاصل ضرب القوة في زراعها مع حاصل ضرب المقاومة في زراعها لو ما تساويش حاصل الضربين مع بعض طيب ده بالنسبة للمسائل حاجة كمان ان انا عندي فيه كده مصطلح في الكتاب وممكن نلاقيه كمان في المسائل واحنا بنحل امتحانات السنين اللي قبل كده يقول لي عزم القوة او عزم المقاومة يعني ايه عزم القوة حد لو جيه كده بيدور في الامتحانات وحيشوف المسألة دي هيقول لي اوجد مثلا عزم القوة او عزم المقاومة عزم القوة هو ايه اللي هو الطرف اللي فيه القوة يعني عزم القوة هنا اهو عزم القوة هو ايه هو القوة في زراعة يبقى الطرف اللي هو عزم القوة يعني القوة في زراعة ده بسميه عزم القوة طيب عزم المقاومة ها بيساوي بيساوي ايه بيساوي المقاومة في زراعة عشان لو حد جاله المصطلح ده ما يقول ايه احنا مش عارفينه لا عزم القوة هو ولد الطرف القوة في زرع وعزم المقاومة هو المقاومة في ايه في زرع خلاص يبقى ده عزم القوة وعزم المقاومة كان حد برضو مرة سأل عن عزم القوة وعزم المقاومة خلاص ادي المصطلحين عشان نبقى عارفينهم ومحدش يقول ايه ان احنا في حاجة فوتناها وبفكركم بيها اللي بينناها مراجعة طيب نشوف بقى سؤال تاني كمان من اسئلتهم اللي معنا طيب عندي هنا ده كان حل المسألة القوة في زرعها بيساوي المقاومة في زرعها ادي 250 في 10 بيساوي 450 وطلع هنا حصل الطرفين طبعا هنا الرفع غير متزل لان القوة في زرعها لا يساوي المقاومة في زرعها طيب سؤال كمان من الاسئلة المهمة جدا واللي بقول لكم ركزوا عليها ومحدش ينسى السؤال ده اللي هو اسئلة الرسم بيجيني رسم زي ده كده في ورقة الامتحان ويطلب مني اكتب البيانات على الرسم ويطلب مني كمان ايه شوية اسئلة عن الرسم ده طيب مسبع للرسم اللي معايا هنا بيقول للرسم المقابل يوضح ظاهرة نقط ايه بقى الظاهرة اللي بيوضحها الرسم ده عايزة اعر اكتب اسم الظاهرة طب اكتب اسم الظاهرة ازاي شوف ايه الجسم اللي موجود في الوسط شوف ايه الجسم اللي موجود في الوسط اصغر جسم هو اللي موجود في الوسط يبقى القمر يبقى الظاهرة دي اسمها ايه لما القمر بيقع بين الشمس والارض ده بيعمل ظاهرة كسوف الشمس يبقى الظاهرة اللي بينا قدامي في الرسم دي هي ظاهرة كسوف الشمس طيب اكتب البيانات على الرسم انا كتبتلك البيانات على الرسم هنا هو علشان حضرتك تفتكر معاي الشمس طبعا هي اكبر جسم فضائي والمقابل لها في الجهة التانية هي الارض واللي موجود في الوسط هو القمر طيب المنطقة اللي عندي اللي هي المعتمة تماما دي المنطقة اللي وراء القمر دي هي منطقة ازلام تام او بسميها منطقة الظل المنطقتين اللي على الجنبين دول اسمهم اعتام جزئي او منطقة شبه الظل خلاص ادي الرسم بتاعنا ممكن بقى يجيلي على الرسم ده هو خلاص كتبنا اسم الظاهرة وكتبنا البيانات يطلب مني بقى تعريف منطقة من الاتنين يقول لي مثلا ما المقصود بمنطقة الظل او ما المقصود بمنطقة شبه الظل يبقى المقصود بمنطقة الظل هي منطقة معتمة تماما لا يصلها اي ضوء من الشمس طب الاعتام الجزئي هي منطقة ما على الارض يصلها بعض ضوء الشمس طيب ممكن يطلب مني انواع الظاهرة الظاهرة احنا قلنا هي ايه كسوف الشمس طب انواعها ايه كلي وجزئي وحلق طيب يسألني سؤال تاني يقول لي ماذا يحدث اذا وقع يعني حد متواجد في منطقة شبه الظل نظر الى الشمس شخص شخص ما متواجد في منطقة الاعتام الجزئي او منطقة شبه الظل نظر الى الشمس حيشاهد ايه حيشاهد الشمس انها قرص مضيء غير كامل وده اللي احنا بنسميه الكسوف الجزئي طيب شخص ما متواجد في منطقة ظل القمر نظر الى الشمس هيعمصل ايه لا يرا الشمس او يراها قرص مظلم وده اللي احنا بنسميه الكسوف الكل تمام شفتوا بقى الرسمة هي جمعت لنا كل الاسئلة اللي على الدرس وفكرتنا بالدرس كله طيب سؤال كمان بيقول لي ما نتيجة فصل الطيار الكهرابي عن الاجهزة الكهربية التي تولد حرارة طيب زي ما قلت لكم الاسئلة دي انا جابها لكم من امتحانات قبل كده وده بيجيني سؤال كده الواحده بيبقى الف من سؤال او به من سؤال فنركز كويس قوي في الاسئلة دي ما نتيجة عدم فصل الطيار الكهرابي عن الاجهزة الكهربية التي تولد حرارة هيحصل ايه هيحدث مثلا هيبقى تسبب حرائق ناتجة عن الطيار الكهرابي يبقى تسبب حرائق ناتجة عن الطيار الكهرابي خلاص طيب سؤال كمان اه يؤدي الى حرائق ناتجة عن الطيار الكهرابي سؤال كمان بيقول لي مما يتركب مصباح الفلورسينت من انبوبة زجاجية مفرغة من الهواء الجوي ومملوئة بغاز الارجن وقليل من بخار الزبق رقم اثنين فتيلتان من التنجستين فتيلة عند كل طرف من اطراف الانبوبة الزجاجية يعني فيه فتيلتان من التنجستين عند كل طرف من اطراف الانبوبة الطويلة لبتاعة المصباح بتوجد فتيل رقم ثلاثة نقاط توصيل حيث توجد نقطتي توصيل عند كل طرف من طرفي انبوبة الزجاجية خلاص طيب نرجع كده الرقم واحد تاني انبوبة زجاجية مفرغة من الهواء الجوي ومملوئة بغاز الارجن وقليل من بخار الزبق وايه كمان الجدار الداخلي للانبوبة الزجاجية مغطى بطبقة فسفورية خلاص طيب ده برضو من تركيب المصباح الفلورسنت يبقى انبوبة زجاجية مفرغة من الهواء الجوي مملوئة بغاز الارجن وقليل من بخار الزبق وجدارها الداخلي مغطى بمادة فسفورية في تلتين من التنجستين عند كل طرف من طرفي الانبوبة نقاط توصيل حيث توجد نقطتي توصيل عند كل طرف من طرفي الانبوبة الزجاجية طيب ما فائدة قاعدة المصباح الكهربي فائدة ايه قاعدة المصباح الكهربي توصيل المصباح بالدائرة الكهربي طيب توصيل المصباح بالدائرة الكهربية طيب لما المصباح يتصل بالدائرة الكهربية ايه اللي حيحصل حيث يمر الطيار الكهربي من القاعدة ثم الى اسلاك النحاس ثم الى فتيلة التنجستين فتسخن وتتوهج وتشع الضوء عند مرور الطيار الكهربي من خلالها طبعا خلالها دي عيدة على فتيلة التنجستين يبقى دي قاعدة دي قاعدة الايه المصباح ودي فايدة خلاص سنة ستة شفنا كده أسئلة كتير شفنا أشكال مختلفة من الأسئلة وخدنا كمان فكرتين عن المسائل ونخلي بالنا من الأسئلة اللي هي بتيجي لوحدها كده زي أذكر تركيب المصباح الفلورسينت فايدة قاعدة المصباح يعني نذاكر كويس جدا العملية خلاص قربت لمن تحن نقرب نذاكر ونخلي بالنا المنهج بتاعنا صغير جدا يعني اللي مذاكرشي وسهل قوي في الأسبوع ده يجمع درجات كتيرة جدا من مذاكرته وإن شاء الله بالتوفيق معدنا بقى المرة الجاية قبل الامتحان إن شاء الله لحد ما أشوفكم أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته